اعزائي وليه امور وطلاب الصف السادس الابتداء ازايكم يا رب ديمان تكونوا بألف خير النهاردة ان شاء الله نشرع الدرس التالت من الواحدة التاسعة الشرح هيكون من كتاب المواصر طبعا قبل ما نبدأ هتقيني سيب لك كل الرابط اللي انت محتاجها فسندوه الوصف اسفل الفيديو رابط جروب تليجرام لتلاقي الماتيريال وتتواصل معي من خلاله وكمان رابط صفحتنا على الفيسبوك ياريت تتابعنا من خلالها ولو بتتبعني الاول مرة بساشتعمل لايك واشتراك في القناة عشان تتابع ما يبقى المعنى ودلوقتي على بركة الله نبدأ الدرس بتاعنا الدرس بتاعنا النهاردة مقسم لثلاثة اجزاء The boy who cried wolf The boy who cried wolf ومعناها الولد اللي صرخ وصاحب على صوته قال في زق بجاية فترس الغنب بعد كده في language focus جزء خاص بالgrammar وهنتعلم فيه ازاي نستخدم ظروف التسلسل والتتابع زي اولا وبعد ذلك وثم واخيرا وبعد كده جزء خاص بالpronunciation وهنتعلم فيه ازاي ننطق حرف الW وكمان هنتعلم فيه افكار جديدة عن stressed syllable او المقطع المشد زي ما تعودنا من كتاب المعاصر بنبدأ بالkey vocabulary او المفردات الرؤسية اول كلمة معنى كلمة sheep sheep اغنام او خراف ويلاحظنا ان كلمة sheep معناها خروف ومعناها خراف يعني المفرد والجامعة بتاعها زي بعض يعني sheep بتنستخدمها كمفرد وبنستخدمها كجامعة تاني كلمة shepherd 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 طبعا ال-p وال-h هنا بدون صوت ال-f shepherd 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 ولو عران غلام lonely lonely وحيدا lonely villager 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 يعني قاروي او مزارع او شخص ساكن في القرية wolf wolf z bored 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 يشعر بالملل bored طبعا الحرف ال-i هنا silent ما يتنطعش بعد كده هنا معنا كلمات زي كلمة main 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 اساسي او رئيسي angry 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 غضب recipe 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 وصفة recipe بعد كده هروح ال-extra vocabulary المفردات الاضافية scared 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 خائف real real حقيقي sorry sorry آسف او حزين joke joke نكتة او فكاهة yogurt yogurt زبادي again again مرة اخرى mint 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 pieces 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 truth 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 untrue 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 غير حقيقي untrue 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 ball 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 hill 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 بعد كده الجزء الخاص بالافعال لدينا النهاردة لفعال كلها منتظمة اول فعال معنا annoy 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 يوزعج او يضايق annoyed طبعا ايه silent annoying waste 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 wasted believe believe believed shout shouted shout shouted save saved plan planned kill killed appear appeared reach reached reached طبعا هنا حرف الايه silent والدي بيت نطلت reached 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 rest rest rested 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 هذا كده important expressions and prepositions التعبارات وحرف الجارة الهمة angry with other men at the end في النهاية it's fun too من الممتعان tell stories tell stories tell stories يروي القصص look after يعتني به tell the truth tell the truth يقول الحقيق بعد كده معنا pop quiz on vocabulary اختبار على المفردات اللي احنا ارنا don't اول سؤال don't يعني لا tell stories 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 يعني القصص طبعا don't tell on true stories يعني لا تخبر او لا تحكي قصص غير حقيقية a or an is a person who looks after sheep شخص بيعتني بالخراف بالخراف طبعا اسمه الوراي بعد كده the is a very dangerous animal حيوان خطير جدا طبعا the wolf اللي هو الزئب بعد كده دي القصة بتاعتنا the boy who cried wolf الولد اللي صرغب على صوته قال في زئب قادم هيفترس الغنم نرى كده مع بعض once there was a boy called Peter who lived in a village he worked alone as a shepherd looking after sheep بيحكينا عن ولد كان عايش في قرية اسمه Peter وكان بيشتغل راعي غنم وبيرع الغنم بمفرده every day كل يوم he took the sheep up the hill كان بيأخذهم ويطلع بيهم التل arrested while the sheep ate the delicious grass وكان بيرتاح لحد ما الخرفان كان البتاكل العجب اللزيز one day زاتي يوم Peter was lying on the grass watching his sheep في يوم الام بيتر كان مستوقي كده على الحشاش وبيرقب وبتفارق على الغنم بتاعه he felt lonely حس بالوحدة and bored وبالمدل and decided to have some fun وقرر ان هو يتسلى شوية first اولا شو بقى فكر يعملي first في الاول he shouted wolf صار اخبقى لحسه الفي ديب جاي there is a wolf يوقت زي to the villagers and the field below للناس الفلاحين او القروين اللي هم بالاسفل طبعا هو ما كانش فيه زئب ولا حاجة بس هو كان بيحاول يسلى ويغدع الفلاحين البوسطة بتاع القري next بعد ذلك he laid down استوقى على الارض and waited واستنى the villagers were busy working القروين او الفلاحين كانوا مجغولين بالعمل but they were worried about peter's sheep بس كانوا اليانين على خرفان peter so they put down their tools ركنوا الادوات بتاعتهم الفقوس والحاجات اللي مستخدموها and ran to save them وطلعوا جاري عشان ينقذوه they reached the top of the hill وصروا الاعلى التال hot and tired طبعا حررين ومتعبين they saw peter وشافوا peter he was lying under a tree كان مستوقى تحت شجرة and he was laughing وكان بيدحك there is no wolf اللوم مفيش زئب it was a joke اللوم دي كان مجرد نقطة أو خدع بعملها فيه he said the villagers were very angry and sad كانوا غضبين جدا والولو peter you must tell the truth يا بيتر لازم تقول الحقيقة ما تكذبش تاني after that بعد ذلك they left peter and went back to work بعد كده شسابوا بيتر ورجعوا تاني لشغلهم طبعا مدئين منه then ثم peter did the same thing again later this week وكرر برضو بيتر نفس الحركة السخيفة ديته مرة تاني خلال الاسبوع ده the villagers were very angry كانوا غضبانين منه جدا peter you mustn't waste our time يقولوا يا بيتر مضايش وقتنا we are very busy احنا مجغولين مش فاضين للتهريك بتاعك ده they said finally أخيرا on the last day of the week في آخر يوم في الاسبوع peter was with his sheep at the top of the hill كان بيتر مع الغلم بتاوف على التل when suddenly عندما فاجأة كده a real wolf appeared بحد ما في زئ بحقيقة فعلا مرادي ظهر peter was very scared peter كان مرعوب وخيف جدا and climbed a tree وتسلق شجرة he called and called for someone to help him فضل ينادي ينادي عشان حد يساعده but no one arrived ما فيش حد جاهد طبعا افتكروا بيغضحهم زي كل مرة the wolf killed and ate the sheep الزئ بقتل وافترس الغنم بتاعه peter understood بيتر فهم why no one عرف السبب اللي خلى ولا واحد came and he was very sorry وكان آسف وحزين جدا في الجوزة ده بيناقش مهارة writing scale مهارة الكتابة how to write a story ازاي تكتب قصة plan your story and decide what it will be about خاطط لقصتك وقرر الموضوع اللي يتكلم فيه write a first draft of your story اكتب مسودة للقصة بتاعتك check and correct your spelling and grammar بعد كده هتشايك او هتشايك او هتتاكد ان the spelling and grammar اللي انت كتبت به والقواعد وكده ما عندكش اخطاء فيه share it with friends and enjoy شاركها بقى مع اصدقائك بعد كده جاب لنا هنا وصفة لصلطة الزبادي صلطة زبادي recipe صلطة زبادي recipe اول خطوة هنا first اولا take a cucumber خد خيارة and cut it in pieces واطحها قطع next بعد ذلك mix the yogurt and mint in a bowl هتخلط الزبادي والنعناع في وعاء after that بعد ذلك add some garlic out of both the tomb and salt والملح if you like finally اخيرا take it to the table خدها للمنددة for everyone to enjoy عشان يستمتع بتناولها كل الاشخاص language focus بتاعنا النهاردة هو بسيط خالص هو بيفكرنا sequencing adverbs او ظروف التسلسل والتتابع عشان لما نحكي الاغبار او نقول الاشياء دي امتى بتحدث ونرتب بيها الاحداث بتاعتنا زي مثلا لما نكون بنتكلم او بنحكي قصة او لما نكون بنعمل او بنوصف وصفة لعمل نوع معين من الوجبات فطبعا بنحتاج الكلمات الترتيبية دي او ظروف التسلسل دي علشان اللي قدامنا يفهم وما اطلق بطش في الخطوات هم كتبهم هنا first اولا اول اول next التالي then ثم after that بعد ذلك finally اخيرا هنحل البوب كوز السريع ده على اللانجوج فوكس هنا تتاك كيوكمبر and cut it in pieces طبعا دي اول خطوة first اولا mix the yogurt and mint in a bowl اخلط الزباد والنعناع في bowl طبعا next بعد ذلك add some garlic other butter sauce and salt if you like طبعا after that take it to the table take it to the table خدها للمنددة for everyone to enjoy طبعا finally اخيرا بعد كده pronunciation النط حرف ال-W طبعا هنعرفين الصوت بتاعه و و و زي water wolf whale whisper طبعا حرف ال-W دايما حرف ال-H يببقى بعده silent ببيت ناطقش whale شايفين حرف ال-H مرة تقاطوش و whisper برضو حرف ال-H silent كلمات فيها الصوت و زي when wave west went walk what white wolf where when 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 wave wave حط دائرة على wave whale حط دائرة على whale بعد كده هنقرأ ونكمل read and complete the words with W W W or W-H واللي كن بدون نفس الصوت رو الصوت و a white يبقى W-H whale كان حط أبيض went ذهب west غربا a wolf a wolf whispered هنا W-H what when بعد كده read and circle the sound the odd sound out هنقرأ ونطلع على الصوت المختلف what when whale daughter daughter مفهاش الصوت و wolf drought walk wave drought مفهاش الصوت و مكمل معنا هنا في جزء pronunciation أو النطق وبيتكلمنا عن المقطع المشدد عليه عند النطق طبعا زي ما خلنا قبل كده أن كلمات الإنجليزية مش كلها بتتنطق بنفس التون أو نفس النظمة دائما بيبقى فيه جزء من الكلمة مشدد أو بيركز فيه شوية والصوت بتاعنا بيعلى فيه سن بيقول هنا is a stressed part of a word or phrase it is said more strongly than the rest of it when a word has a prefix لما الكلمة بيبقى prefix prefix لي البدال والمقطع اللي بيضاف لأول الكلمة the prefix usually isn't stressed البريفكس دا عادة ما بيبقى مشدد مشدد لكن بقى الكلمة بيكون مشدد example مثال resend شايفين أنا بعمل ايه resend المقطع re أنا خطفته خطف كده لكن send هو لا ركزت فيه resend resend ري طبعا isn't stressed مش مشدد if the base word has one syllable the stress is on the base word لو الكلمة الأساسية دي كلمة like دي أصل الكلمة وضفنا لها البادئة this الكلمة الأساسية هنا مقطع واحد طب التجديد هيكون فين هيكون على التجديد على الكلمة الأساسية والبريفكس هيفضل زي ما هو غير مشدد طيب تعالوا كده ننطق الكلمات ديتهم مع بعض ونشوف التجديد واقع ازاي او ايه المقاطرة اللي بيقع عليها التجديد نحن 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 نح بقع المقطع التين ونلاحظه مع بعض. نسمع كده. بعد كده معنا بوب كوز سريع على الناطق. هنحط دائرة على المقطع المشدد. ركز أو هنا التجديد على المقطع ركت. Why do you disagree with them? طبعا المقطع agree. The room is untidy. The room is untidy. Please replay the video. Please replay the video. بكده نكون أحبائي خلصنا شرح الدرس الثالث. يارب يكون الشرح عجبكم. ويارب دائما يكون بقدر أفادكم. وأنا ألتقي إن شاء الله في فيديو جديد وبقى المنهج. بإذن الله خلال الأسبوع ده. أشوفكم الأخير. Goodbye. ترجمة نانسي قنقر